بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا بكم اهلا ان شاء الله هنكامل سلسل الفيديو هاد ترميناتور لابدى الفيديو رقم خمستاشر كنا منتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي كنا ابتدين عملية التخطيط لنقل الـ domain controller او primary domain controller من windows server عشرين اتناشر الwindows server data center عشرين اتنين وعشرين ونقشنا الخطة دي بشكل نظري قلنا ايه اللي مفروض هيتم ازاي عملية النقل هيتم ازاي ان السيرفر ده مش primary domain controller بس ده عليه بعض الفولدرات المتشايرة اللازم تتنقل معاه على السيرفر الجديد تمام وقلنا العملية هيتم كامل سكريبت فيه تلات سكريبتات ونقشنا كل سكريبت من دول هيعمل ايه ونقشنا التفاصيل وقلنا ان مش عملية النقل بس بعد عملية النقل ما هيتم ايه مش مجرد عملية نقل بس لا ايه برضو في بعد عملية النقل ما تخلص فيه شوية اجراءات او لازم حاجات نغيرها في كروت الشبكة او في اعدادات كروت الشبكة للتلات سيرفرات الموجودين اللي هو هيبقى البرامر دومين كنترولر الجديد البرامر دومين كنترولر القديم الادشنل دومين كنترولر المفروض فيه حاجات هيتم تغييرها وشفناها على رسمة وشفنا الدنيا كلها بشكل نظري عايزين ان شاء الله مهاردة شوف الكلام ده بشكل عملي ازاي كلام ده كله هيتم ازاي يقدر ان انا في الاخر خالص اشيل البرامر دومين كنترولر القديم من النتورك بمنتهى السلاسة وما فيش اي مشاكل تحصل لان اغلب الناس يا جماعة اللي بتعمل عملية المايجريشن بيعملها صح بس في نفس الوقت تبتدي بقى شوية ديول للعملية التم تلاقيه مثلا في عنده مشاكل في الديناس في عنده مشاكل في بعض الاجهزة فالعملية دي بتتم لان ما لهاش تخطيط او ما بتتمش بتخطيط معين عايز تعمل عملية مايجريشن صح يبقى لازم تخطط لها صح مايكروسوفت بتحط يعني زي خطوات سابتة ازاي تعمل مايجريشن ومايجريشن سليم مع تجربتك الشخصية ممكن انت اضيف كمان الخطوات دي بحيس ان عملية تطلع في الاخرى عملية سهلة وبسيطة انا من تجربة الشخصية انا عملت ميجريشن للدومين كنترولر وعملت كمان ميجريشن للفايل سيرفر وده اي اش سي بي والدابيو سوسكو اللي ده انا عملته قبل كده عمليا والحمد لله تم بشكل كويس من غير اي مشاكل لان الواحد ارى قبليها وشاف دوكومنتز بتاعت مايكروسوفت وشاف فيديوهات كمان فالموضوع بقى ان شاء الله سهل فهحاول ندمج لكم اللي حصل من مايكروسوفت مع تجربة الشخصية في الفيديو ده هيتطلع ان شاء الله بشكل سلس جدا ان شاء الله وهتستفيدوا منه ويبقى عملية الميجريشن مش بوعبوع الناس بفاكرة انه حاجة صعبة لأ هن شاء الله هنخلي عملية الميجريشن متع الدومين كنترولر سهلة وكل ما يختص بالدومين من خدمات زي الدابيو سوس والدي اتش سبي والفايل سفر برضو يبقى ان شاء الله سهل بس اهم حاجة التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط ومش كده بس كبان لازم تجرب في بيئة افتراضية انا طالما بقى عندنا امكانية انت بتقدر تعمل بيئة افتراضية يبقى قبل ما تعمل عملية الميجريشن سواء او 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 اي حاجة اعمل بيئة افتراضية ونفذ عليها كل اللي انت عايزه مرة واتنين وتلاتة بحساً لما تيجي في عملية الحقيقية او في التطبيق بقى تلاقي العملية سهلة وبسيطة خلاص التدريب والقراءة التدريب والقراءة والتجربة التدريب والقراءة والتجربة خلاص طيب خلينا نشوف بقى دلوقتي الفيديو ده هنعمل فيه الشغل ده ازاي هنعمل كده ونبدي بقى نفتح البيئة الافتراضية بتاعتنا اللي هو الوريكل فيرشول بوكس بص يا جماعة مسألة البيئة الافتراضية دي شيء خطير جدا وبيساعد الواحد جدا على تنفيذ حاجات كتير قوي قبل ما تتنفس في البيئة الحقيقية وبيساعدنا على التدريب كمان فآيات تستفيدوا جدا من موضوع البيئات الافتراضية زي الهايبر بي والفيسفير والبيرشول بوكس المهم ده البرائمري دومين كنترول القديم اللي هو SKNHQDC0112 وقلنا 12 دي بترمز للسيستم اللي هو عشرين اتناشر لو في اخر سيرفر اسمه عشرين اتناشر وفي اخر اتنين وعشرين اعرفوا ان ده ايه سيستم الويندوز سيرفر عشرين اتنين وعشرين ده البرائمري دومين كنترول القديم وده الادشنال دومين كنترولر القديم وضبالك بمعنى هعمل اديشنال كمان هيبقى عليه سيستم عشرين اتنين وعشرين خلاص فما تقلقوش يعني في المستقبل هنعمل واحد تاني المهم نقوم الادشنال دومين كنترولر تمام وبعدين ده السيرفر الجديد بتاعنا هو حاليا اديشنال دومين كنترولر بعد عملية المايجريشن ما تتم ده هيتقلب برايمير دومين كنترولر والبرايمير دومين كنترولر القديم هيبقى اديشنال دومين كنترولر خلاص كده فهي عملية زي ما تكون ان انت بتنزع من حد خاصية معينة وتديها لحد تاني يعني انت مثلا كنت في الاول مثلا مدير عام مثلا خبلك ازاي فواحد زميلك اخد التايتل ده وانت نزلوك خلوك مثلا نائب مدير عملية نزع من نزع تايتل او نزع وظيفة ده الاديشنال دومين كنترولر اللي هو مستقبلا هيبقى البرايميري خلاص هندخل عادي جدا انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز ادخل على الاديشنال دومين كنترولر ده اكوبي بس سكريبت اخده من السيرفر ده احطه على البرايمير دومين كنترولر القديم طبعا يا جماعة اي حد شغال في النتورك في عملية بسيطة جدا انت تنقل اي حاجة من اي جهاز لاي جهاز عن نتورك خلاص انت مثلا عايز تاخد حاجة من جهاز كريم تحطه على جهاز احمد لو ما هو في دومين وفي نتورك سهل جدا كل اللي حضراتك بتعمله بتخش في الرن هوريك الدولات بتعمله ازاي دي معروفة جدا لاي حد سيستم ادمن او مدير نظام سهل جدا لو انت في شبكة وبالذات في دومين موضوع بسيط جدا 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 انت تاخد اي حاجة من هاردسك في جهاز لا هاردسك جهاز تاني سهل جدا 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 انا دلوقتي عايز اعمل اي عايز ااخد السكريبت احنا السكريبت اللي هاية من عملية الماجلشور اسمه بيزمو ترانسكريبت خلاص او بيزمو سكريبت فهعمل اي عايز نقله على البرايمير دومين كنترول هو حاليا موجودة عندي هنا هافتح الرن خلاص هافتح الرن وافتح البرايمير دومين كنترول القديم واعمل اي واكتب شوفوا بس نقطة كدن انا جاء حاجة بسيطة اعليك ايه اللي حصل بالزبط اللي فتحنا ستارت تمام ومعدين قلنا نرن خلاص وبعدين عملنا ايه بقى دلوقتي بصوا اهو ايه اللي بيحصل ده اسم السيرفر خلاص كده وده البرتشن بتاع السيرفر بتاع برايمير دومين كنترولر البرتشن وعليه علامة الدولار خلاص يعني انت ممكن تخش على اي برتشن على اي جهاز في النتورك بالطريقة دي تكتب اسم الجهاز بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وتكتب اسم البرتشن وبعدين علامة الدولار يعني معنى الكلام ده ان كل برتشن على كل جهاز في النتورك ممكن تأكسسه طب ازاي هو بيبقى متشاير طب متشاير يا لهوي يعني معنى كده ان كل برتشن متشايرة اه بس متشايرة مخفية علامة الدولار دي الشير مخفي ما بيظهرش لاي حد بيظهر بس لناس محددة الـ domain admins اللي لهم صلاحية انهم ما يخش على الكلام ده الـ domain admin خلاص كده هو المسموح لانه هو يخش على اي برتشن مخفي خلاص الـ domain admin او الـ local administrator على الجهاز فدي حاجة انا عايز اكوبي سكريبت من هنا احطه على الـ D بتاع البرائمر دومين كنترولر فهعمل القصة دي اهو يعني نفترض حد مسلا من الـ user عاديين حاب يفتح الرن ويأمل الكلام ده لما يجي يدخل يقولوا انتم مالكش صلاحيات المهم اي دي الـ folder بتاع الـ script و اي دي الـ vismo transfer script ده هناخده ونكوبي ونحطه في الـ D لو تلاحظوا اي دي الـ D ده الـ D بتاع الـ primary domain control ونقول له paste كده الـ script راح ممكن اروح ارنه من الـ server على فاكرة يا جماعة ممكن الـ script ده اصلا يترن على الـ additional domain control عادي جدا من عليه عادي اوه فيش اي مشكلة خالص ممكن ترنه من الـ primary عادي جدا ممكن ترنه من هنا اوه من هنا تمام مهم هنخش على دس يعني احنا عايزين نعمله ايه بشكل يعني النمطي هنخش على الـ primary domain control لازم تخش طبعا ترن الـ script بـ user له صلاحيات تمام الـ user له صلاحيات ده هو ايه احنا في الغالب اي حاجة بنعملها في الـ domain دايما انا بستعمل اعلى user له اعلى صلاحية اللي هو الـ domain admin ماش ايه؟ domain admin account خلاص احنا بنتكلم في حالة ايه؟ في حالة لو عايز ترن على السيرفرات او عايز تعمل حاجة في الـ active directory بنستعمل الـ domain admin بس ما بستعملوش في ايه حاجة تانية خالص لبصات طبيبها رامج ولو ما بيقى حاجة خالص خلاص كده ده مخصص لرن الـ script اللي انا عايز ارنها ورنها عا السيرفر من عا السيرفر مش على ايه جهزة تانية وفي نفس الوقت بيستعمل في ان انا ايه اعمل حاجات في الـ active directory خلاص طيب نفتح بقى السيرفر نلاحظ انا لو فتحت السيرفر عندي وروحت عاديه هلاقي السكريبت اتنقل تمام ادي دي وبعدين ادي الفيزم وترانسفير اهو عادي السكريبت تمام نفتحه امتدي بقى الرنو طيب هل عملية الـ migration دي تمت هنا بسلاسة؟ والله لا ما تمتش بسلاسة معي هنا فيه error حصل هوريه لكو ايه فا وهبريكوا ازاي انا اتغلب عليه في حياتي العملية لما جدا عملت عملية الـ migration دي وعملتهاش بـ PowerShell عملتها عن طريق اداء او graphical interface او وجهة رسومية فانت ممكن انت تعمل migration ياما عن طريق الـ PowerShell وده الاسهل ياما عن طريق وجهة رسومية لو عن طريق الـ active directory users and computers المهم احنا هنعمل البطارية السهلة اللي هي الـ PowerShell في اول سطر اقول لك ويري الفيزمو رولز اعايز اعرف مين الـ primary domain controller انا دلوقتي بالسطر اللي انا برنه ده انت دلوقتي دخلت على شبكة مش عارف مين فيهم الـ primary domain controller فسعدتك هتروح ترن الامر ده على اي واحد فيهم وتشوف النتيجة اذا طلع لك قالك انه الخامسة رولز دول على السيرفر ده يبقى ده الـ primary domain controller خلاص كده طيب شوية هنا وشوية هنا يبقى هنا مفيش primary domain controller محدد هم قسمينه او موزعين الـ primary domain controller على اكتر من حاجة خلاص يعني مفيش رئيس واحد مقسمين عاملين زي اي عامل مثلا انه الرئيس مثلا بيعمل كل حاجة لا هو هنا مدي يعني مدي صلاحيات لحد يقوم محله في حاجات معينة مش راعة يقول لك مثلا الرئيس مثلا ادي جزء من صلاحياته لحد فممكن انت كريس تدي جزء من صلاحياتك لحد فممكن تلاقي مثلا الـ primary domain controller مش معه الخامسة دول ممكن يكون معه اتنين وفي اديشنا الـ domain controller التاني معه اتنين كده الدنيا مشي كده واخد بالك ازاي المهم الطبيعي في الشبكة بتاعتنا انه الخامسة دول بيمسكهم واحد بس لو انت في بيئة يعني طبيعية جدا هتلاقي ان الـ primary domain controller اغلب الشركات الـ primary domain controller بيبقى الخامسة دول على سيرفر واحد خلاص طيب خلينا ان احنا ايه نشوف الليلة دي لما جينا عمالنا run قالك مين بقى معان الخامسة دول اهو اللي هو السيرفر اللي احنا وقفين عليه دي سي زيلو واحد اتناشر خلاص كده طب كويس قوي مفروض بقى run ان اقول لو سمحت موذ الخامسة دول على السيرفر جديد طيب في مشكلة هتطلع معايا انه ان انا هنقل واحد اتنين تلاتة اول تلاتة هيتنقلوا الاتنين اللي بعد كده مش هيتنقلوا خلاص طيب ايه المشكلة اكتشفت ان المشكلة تحديدا يعني الشر ما مصدر ما بيتنقل رحلوس خلاص مش كده و بس mas that she lets us hemogen gallery. وبيبنع الرول اللي بعده ان يتنقل خلاص yani minutesную خلاص يعني على سبيل مثال لو خليت ال infrastructure قبل الشر ما مصدر يبقى الاربعة هيتنقل واللشر ما موسدر مش去 يبقى هي المشكلة كلها عندي الحران Runstar. الحراني��� الشر ما مصدر ممكنة شهن العمل يخلي يقف عندي هنا وهو ما يتنقل وخkemان اللي بعده ما يتنقل خلاص طيب المشكلة دي حلتها ازاي? اقلكم بس خلينا الاول نشوف العملية بتاعتنا هتم ازاي? هنرن دلوقتي السكريبت او السطر التاني ونشوف اللي هيحصل. ممكن نتغلب على العملية دي بطريقتين هقولها لكم دلوقتي بس يعني خليه بس الاول رن السطر ده. ونشوف العملية هتم ازاي? خلاص طبعا هيجيب لك حاجة زي كده او زي رسالة بتقولك عايز تنقل آآ الرولز دي? ياس لكل رول هيبقى كل رول انت عايز تنقل ده? لما تقول له ياس تقول هينقلهم كله خلاص كده? ممتاز جدا. نشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. طيب دلوقتي حصل عندنا ارور قالك ده directory services unavailable صح? هنا مش محدد محدد ايه الرول من فيهم اللي واقع خلاص فانا هعمل ايه? هو متنقلش هنا هرن نفس السطر ده تاني واشوف مين اللي اتنقل ومين اللي ما اتنقلش? لو عملنا السطر ده هللاحز انه ايه? هللاحز انه عندنا الـ schema master لسه عالسيرفر والـ infrastructure لسه على نفس السيرفر الثلاثة بقى دول اتنقلوا فين للسيرفر جديد خلاص? اللي اتنين دول ما اتنقلوش خلاص? فانا قلت ماشي جايز في مشكلة ما هرن نفس السطر بس هشيل الثلاثة دول وخليه رن اللي اتنين دول او ينقل اللي اتنين دول خلاص? نشوف ايه اللي هيحصل لما بعمل كده برضو ارور بيحصل قلت اه طب بص شيل جرب الـ schema master لوحده مرة تنقله لوحده وجرب الـ infrastructure مرة تنقله لوحده الـ schema master فشل اتنين لوحده الـ infrastructure اتنقل لوحده يبقى المشكلة عندي فين في الـ schema master خلاص ده كده اللي هو الترتيب المنطقي فحل المشكلة فخلينا نشوفه ونشوف برضو حلها كان ازاي فلو قابلتك حاجة زي كده ما تقلقش يا قصة كلها بس ايه محتاجة شوية صبر ونشوف الـ error ده لعلاقة بايه ونجرب ونجرب ايه ان انا ما نقلهمش كله ما نقلهم واحد واحد فكرة ممكن يكون في حاجة معينة ايه اللي عامل المشكلة فانا دلوقتي هعمل ايه مجرد ان انا هشيل كل اللي فات ده كله خلاص هنحاول ارن دلوقتي الـ schema master او انا الـ schema master والـ infrastructure طيب حل بقى المشكلة دي انت ممكن تنقل الـ schema master تمام تنقله عن طريق الـ powershell او تنقله عن طريق graphical interface او وجهة رسومية الـ schema يا جماعة ليها console او ليها شباك ممكن تتحكم في الـ schema منه خلاص كده يعني انت ممكن مثلا تقول له زي الـ active directory users and computers كده اللي من خلالها هتقدر تشوف الـ userات في الـ active directory والجروبات والكلام من ده في حاجة اسمها schema master console او schema master او schema console منه ممكن تخش تتحكم في الـ schema كلها وتنقلها كمان عايز تنقل من حاجة الحاجة فممكن ان انت تنقلها عن طريق الـ power shell او تنقلها عن طريق الـ console بتاعها او الشباك بتاعها طيب هل الشباك بتاعها ده موجود؟ يعني افتح administrative tools هل لايه؟ لا مش هتلاقيه لازم تفتح الـ cmd او و تكتب سطر معين عشان يطلع لك الـ schema console خلاص كتبت السطر ده ممكن بعد كده تخش تفتح الـ schema console وتنقل الـ schema master عادي جدا من اي سيرفر لاي سيرفر وهواريها لكم تتعامل ازاي؟ خلاص بس لازم السطر ده يكتب مش عايز الكلام ده واعملها من الـ PowerShell يبقى هتعملها من الـ PowerShell هتقولي طب ما عملت معايا مشكلة اقولك ازاينا عليك بس نفترض ان انت دلوقتي على الـ PowerShell مش عايز يتنقل يبقى ممكن تنقلها عن طريق الـ schema console خلاص طيب هنعملها ازاي الـ schema console هنفتح الـ cmd run ونكتب cmd خلاص وبعدين هنكتب امر معين اسمه rig svr مش srv rig svr 32 وبعدين shmmt.dll طبعا هنا ده السطر ده غلط طمام؟ ايش مكتوب كده؟ ولازم يبقى الحرف الـ S الاولاني و الـ R هتتسألني ليه؟ اه هو ما بيقبلش بكده انا جربتها عصمول ما جاتش معي فهو حساس يعني خلاص؟ كده السطر ده غلط طبعا انا اخدت وقت لحد ما اكتشفت ان هو يعني حساس اول القصة ده ولازم يكتب بطريقة معينة خلاص؟ يعني بصوا تلوقتي لو كتبت rig svrv اهو ده السطر الصحي 32 او ده الـ spelling الصحة .exe خلاص؟ وتكتب بالسطر بعادي جدا جده كده ده السطر ده صحة طبعا هنا نسيت M فكده غلط برضه مفروض ان ده الـ spelling غلط برضه يعني لازم يبقى rig svrv 32 shmmgmt.dll بس لازم الـ s capital والـ R capital خلاص كده؟ دي دي بقى يعني انا اكتشفتها بالصدفة وفعلا نتنفذ على اساسها الموضوع ده فالحد لما نعمل الـ schema console او نفتح الـ schema console انا جربت ان انا ايه؟ ان انا هنقل الـ infrastructure بس يعني مش هنقل الـ schema master دلوقتي هنقل مين؟ هنقل الـ infrastructure master خلاص؟ او عملتوا منه copy خلاص طبعا لان انا هشتغل على سطرين copy وعمل السطر ده كده وهشيل ايه؟ هشيل الماستر خلاص وهحاول انا الـ infrastructure بس خلاص؟ بس كده ممتاز هبتدي بقى كده يعرانه هيتنقل معي عادي جدا فيش اي مشكلة خلاص فالمشكلة عندي كلها كانت في الـ schema master خلاص هتقول له yes ماشي؟ اتنقل خلاص؟ نتأكد ازاي؟ نرن تاني نتأكد هل فعلا هيتنقل ولا لأ؟ طيب يبقى كده ايه كله اتنقل معي ده الـ schema master خلاص؟ طيب نجرب كده دلوقتي انقل الـ schema master لوحده نشوف هل هي اتنين ولا لأ؟ خلاص عشان نأكد هي كلها خطوات انا بجربها المشكلة فين جاية منين؟ خلاص؟ اعراني دلوقتي هيديني نفس الـ error فيني؟ اقول له yes هيديني نفس الـ error مش عايزة تنقل خلاص؟ بس روحت انا عامل ايه بقى رايح؟ هحاول ان انا ايه انقله عن طريق الـ schema console بس طبعا مش هنقله قوي برضو اللي انا لقيت طريقة تانية ان انا ممكن انقله ومش عن طريق الـ schema console عن طريق الـ power shell برضو بس اقلوك ازاي؟ خلينا كده مع بعض اولا طبعا سبيلنج هنا غلط برضو خلاص كده سبيلنج مش srv هو يعني command غريب طب ما تحط الـ schema console يا عام هو لازم ليه تخلينا عاود انا اكتب اوار معانا عشان نحط الـ schema console ما تحطه عام جاهز ما هو احنا محتاجينه المهم فها هنعمل ايه؟ هنروح كده ونكتب الامر بصوا بقى هيكتب ازاي؟ rig R capital مش لازم كله capital اول حرف بس rig srv سوري svr اخو rig svr 32 مسافة مش دوت ايكسي ولا حاجة وهنكتب الـ s capital تمام؟ وبعدين chmmgmt.dl خلاص طبعا انا افتكرت في الاول ان لما انا يبقى الـ console عندي موجود خلاص مجرد ان الـ console يكون موجود اقدر انقل الـ schema master ده غلط ما لهاش علاقة يعني شوفوا الـ console بقى موجود دلوقتي تحاول ترجع تاني الـ power shell تنقل بسخول بالكو دي كده علامة ان هو كده خلاص schema master بقى جاهز خلاص كده السوري schema console بقى موجود خلاص او شباك schema بقى موجود تيجي تحاول دلوقتي تنقله تاني عن الـ power shell برضو لا انا افتكرت ان فيه ربط جايز يكون لازم الـ console بتاع الـ schema موجود عشان نعرف ان انقل الـ schema master تلاعملوش علاقة خلاص برضو ما نقلوش خلاص طيب نفتح بقى دلوقتي اواريكم الـ schema console شكله ايه وازاي يقدر اذا فشل معايا نقلوه عن طريق الـ power shell ازاي نقلوه عن طريق الـ schema console خلاص هنفتح الـ admin بتاعنا او الـ console الـ custom console بتاعنا ونفتح نضيف الـ schema console طبعا يا جماعة انا افضل جدا ان انت لو في بيئة عمل حقيقية تحاول ان انت تعمل لها محاكاة في بيئة افتراضية ده من يكون عندك بيئة افتراضية للبيئة العمل الحقيقية بتاعتك عشان تجرب فيها اللي انت عايزه خلاص طيب دلوقتي انا هعمل ايه بقى هروح انقل الـ schema master من الـ additional domain control او اللي مفروض هيبقى primary domain control خلاص هو دلوقتي عليه اربعة فاضل واحد هنقله من هنا مش هنقله من الـ primary domain control القديم وهينجح معي خلاص كده دي الطريقة عشان لو فشلت معك خلاص تروح تنقل الـ schema master من الـ primary domain control الجديد هو دلوقتي معها اربعة خلاص كده هتروح تنقله هناك هيتنقل معك خلاص فدي الحركة اللي اكتشفتها خلاص برضو هنا عايز اعمل ايه هنا عايز ان انا اضيف الـ schema console على الـ primary domain control الجديد عشان برضو اقدر اشتغل على الـ schema من هناك خلاص خليها بس الاول نفتح الـ console ده طبعا ولحد دلوقتي انا مش فاهم ليه فكرة الـ schema master تحديدا ما بتتنقلش بسهولة مش عارف لان كل الحاجات التانية اتنقلت معادة هي فا يعني كويس ان احنا عندنا اكتر من وسيلة للنقل يعني ان انا بدنا نقل بها الـ rules بكزا وسيلة هي ممكن تتنقل عن طريق الـ graphical interface او او الوجهة رسومية او تتنقل عن طريق وجهة اللي هي بتاعت الاوامر يعني هنا هنفتح فايل ونقول له ايه add snapping خلاص كده نلاحظ طبعا ان التلاتة هنا في الـ domain controller هنا في الـ OU بتاعت الـ domain controller خلاص نلاحظ هنا زادت عندي حاجة اسمها ايه active directory schema خلاص فوق هنا خلاص نقول له add انت ممكن تنقلها من هنا عن طريق لو فتحنا او ممكن تنقل الـ schema master عن طريق ده او تروح الـ primary domain controller جديد وتنقله عن طريق الـ powershell هنعمل right click حاجة اسمها operation master خلاص هنا هو ممكن ان انت من خلال الـ option ده تنقل بقى من و الى خلاص فعندك كزا طريق بقى بروحتك يا عايز تنقلها عن طريق الـ console ده يا اما تنروح الـ power او الـ primary domain controller جديد وتنقلها خلاص ايدي operation master او بصوا ان في ايه اهو ده حاليا ده اللي ماسك الـ schema master عايز تقول له change خلاص انقله على سيرفر تيه بس خلاص كده وتقول له ايه okay و close خلصت القصة كده خلاص طيب عايز تنقله على الـ power shell يبقى زي ما هوريكو دلوقتي خلاص احنا هروح على السيرفر اهو الـ primary domain controller دلوقتي وقبل كده هوريكو من هنا اهو لما اجي اعمل query بزمو رولز هنشوف ان السيرفر ده بقى هو حاليا اللي معاه الـ 4 دول او معاه كل ده بستنساءل schema master خلاص اهو schema master اوكي وطبعا قبل كده عايز اعمل يبقى هنا برضو هعمل نفس الشيء هفتح cmd وبعدين هزود schema console عشان اقدر اشوف schema console من هنا خلاص فقا يعني براحتك عايز تنقل schema master عن طريق الـ schema console من هنا او من الـ primary domain controller القديم ماشي عايز تنقله عن طريق الـ power shell على الـ primary domain controller الجديد مفيش مشكلة عايز تنقله عن طريق schema console على الـ primary domain controller القديم برضو مفيش مشكلة بصوا كل البداية الموجودة خلاص؟ طيب نفتح كده ونشوفه خلاص؟ هنكتب نفس العمر srbsvr 32 s-capital mmgmt.dll طبعا انا بعمل حركة دي لانا كنت لازلت معتقد ان schema console لو موجود اعملية النقل هتبع خلاص كده بس طبعا يعني ايه؟ بالاخر اكتشفت ان انا ملاقاش علاقة بس يعني انا مهم انا عايز ان انا استعمل او عايز اشتغل على schema من هنا خلاص؟ فبزود الـ console احتياطي المشكلة s-v-r 32 مفروض ان ده صح بس s-v-r 32 انا اعتقد هي صح كده s-v-r 32 كزه بس كده وبعد كده هتطلع لك رسالة تقولك انه خلاص الـ console بقى اجيه خلاص؟ المهم هنحاول بقى الرن السطر ده هندوز نعوبت اده الراج اللي هتقول له اس عايزة انقل بس كده تمت نكوبيه ونحطه على السيرفر الجديد وبعدين نغير اسمه ونشيره ونعمل بقى نغير الجروب بولوسي اللي هتشاور على الفولدر الجديد بتاع الـ background ونغير الـ active directory اللي مفروض يشاور على الفولدر الجديد ده برضه اللي هو جواه الـ الـ active directory login script بينفزه تيهين في القصة ارجعه لـ part 1 من اول فيديو رقم 13 بيشرح الموضوع ده نظرياً خلاص؟ طيب ممتاز جداً 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 خلصنا دي خلاص؟ نفتح بقى ايه؟ script بتاع background اللي تكلمنا عليه؟ الفيديو اللي فات ونشغله طيب ده برضه قابلني فيه معضلة او قابلتني فيه مشكلة وهي مشكلة بسيطة برضه فخلينا برضه نشوف المشكلة دي كتفين هنفتح الـ خلاص؟ وبعدين نفتح script طبعاً لاحظوا حاجة هنا جماعة برضه مما لو رجعنا خطوة الورا بس هنعمل كده لو لاحظتوا فيه حاجة معينة هنا غريبة لو فتحنا دي بصوا فيه full resmo background 2 ده انا كنت مكاريته بايه دي خلاص؟ فده هيعمل مشكلة لان script مفروض بيفترض انه مفيش full resmo background 2 هو فيه full resmo background 2 وبعدين هو هغيره خلاص كده فدي مشكلة لازم ادلة الفولر ده الاول عشان فيه script كده هتحصل فيه مشكلة خلاص؟ المهم انا برضه نقطة من الحاجات المهمة درجة ان انا خدت بالي لما جيت ان انا عرارنا ال script افتكرت ان فيه full resmo background already موجود خلاص؟ فطبعا لو اعمل وغير اسمه هيلاقي فيه already full resmo background 2 فمش هيغيره مش هيقبل ان يحط فولدرين بنفس الاسم خلاص كده او windows مش هتقبل وجود فولدرين بنفس الاسم خلاص؟ فافتكرت بقى وانا برن دلوقتي وبعدين اللحظة فلحظة افتكرت فروحت موقف ال script وروحت شيلت الفولدر اسمه background 2 ده فف طبعا ده روبو كوبي ده اللي مفروض ان هو حينقل فولدر هنا هتقبلن مشكلة زريفة جدا السطر ده هيروح ياخد اللي جوه يحطه عديه على طول مش فولدر background يعني انا كنت عايزه يعمل اي اخد فولدر background باللجوه ياخد الفولدر بمحتوياته يرميه على ده السطر ده من غير ما اقوله دي background هياخد المحتوى ويحطه عديه على طول من غير الفولدر فدي غلط انا عايزه ياخده الفولدر بمحتوياته مش المحتويات اللي جوه بس فلازم اكتب اقوله دي background عايزك تاخد background تحطه دي background تاخد الفولدر كله على بعضه باللجوه مش اللي جوه الفولدر بس هنشوف دلوقتي القصة دي لما اجي انفزها لما ما كتبتش دي background هتشوف اللي حصل فطبعا اعتقد انه كده مشغله ايوه طيب نتدي بقى الرن السكريبت ونشوف الدنيا فيها ايه طبعا ده لوجن باتش ده ده السكريبت او ده ال لوجن سكريبت وانا معدله دي نسخة من ال لوجن سكريبت انا معدله بحيس انه هو يشاور على الفولدر جديد يعني باختصار اللي هيحصل كالقاتي ان مسافة ما الـ background folder هيتنقل ويتغير اسمه هيتعمل copy للسكريبت ده يتحط في ال نت لوجن يتبدل الـ active director login عشان يشاور على الفولدر الجديد اللي تحتينه مرس كده ببساطة شديدة جدا ونفس الكلام بالنسبة ليه group policies انا قريدي عندي group policies متعدلة جاهزة هيتعمل لها import عشان تشاور على الفولدر الجديد اللي اسمه background اللي جواه خلفيات سطح المكتب لكل الاجهزة اللي عندي في الشمع خلاص خلينا نكمل عملية كلها عملية اوتوماتيكية يا جماعة ما فيهاش اي حاجة اللي بس هي مع عملية تخطيط وانت بتحول تخلي الموضوع على اقل ما يكون ما ياخدش منك وقت خلاص هيبتدي بقى ايه ينفذ الـ script خلاص طبعا هتقابلني مشكلة دلوقتي هتشوفوها طبعا دلوقتي انما جيت اران الـ script افتكارت رحت الموقف وبعدين رحت ايه بقى هشيل background اهو نفتح الـ ده خلاص لانه استحال هيلاقي اتنين بنفس الاسم خلاص كده تمام ماشي نروح بقى دلوقتي run الـ script بتاعنا وطبعا كل ما افتكر ان السكريبتات دي ما كانش الواحد عارفها وقت الـ migration لما جيت عملت الـ migration بتاع الـ Active Directory عندي هو والـ file server والحاجات دي ايه؟ مش تعبت عملت مجهود كان ممكن ان انا اوفر به وقت لو عارف الـ script بس سبحان الله هي العملية تركه مية لازم تجرب الصعب عشان بعد كده السهل لما يجي تبع عارف انت المجهود اللي عملته قديه فخويس ان الواحد جرب الموضوع مني ولا الاول يعني تخيل ان انا نعلت كل بيزم و رولز دي نقلتها عن طريق ادارس ومية وبعدين بتتبقى انقل الـ file server واحد واحد اخدت الفولدرات وشايرتها وش عارف ايه؟ اخد مني وقت فحين انه ممكن بسكريبت بسكريبت بسيط جدا الكلام دي كله تعمل في ديها طمام؟ ايه المهم؟ راجبت فده ينفذ السكريبت اهو بيسطب الـ ntfs module وبعدين بتعمله import بعد كين هيخش بقى في الحتة بتاعة الروبو كوبي بدايتا بقى بعد ما يبتدي ينقل الحاجة من السطر الرقم 4 للسطر الرقم 9 مش هيتنفذ بص ليه؟ من الفولدر background اصلا ما تنقلش او مش ما تنقلش المحتوى بتاعه اتحط عبد ديها على طول مفيش فولدر اسمه background هتشوف في دلوقتي انا عاصد ايه؟ خلاص هو الروبو كوبي بتده ايه بقى؟ هنا لازيز او في الروبو كوبي ان هو ايه؟ بيجيب لك كل فولدر تمام؟ واتنقل فقد ايه؟ خلاص كده؟ او كل فايل واتنقل فقد ايه؟ خلاص كده؟ ولو عندك فولدر جوا فايلات يعني هو بيقول لك الفايلات اتنقلت ايه؟ ولو عندك فولدرات جواها ملفات بيقول لك كل فولدر جواه كم ملف يعني مثلا لاحظوا هنا فيه directory او فيه فولدر تحتيه كم ملف فيه ملف فولدر وتحتيه ملف واحد خلاص؟ فولدر وفيه تحتيه ملفين لاحظوا هنا بيشرح لك وبتنقل في خلال قد ايه؟ seconds اقلم السوانية وحجمه قد ايه؟ خلاص؟ بس وفي الاخر خالص لو فيه ايه حاجة فشلت بيجيب لك تقرير في الاخر بسيط كده بيقول لك ايه؟ العملية فيها ايه؟ او ايه اللي فشل الانتنين طبعا يا جماعة العملية دي مش مجرد نقل فقط انت ممكن روبو كوبي من خلاله تسرع عملية النقل بتقول له انا عايز من البروسيسور خد لي مسلا بروسيسور بصوا قال ايرو زهر فين بيقول لك دي باكجراونز ده انا مش لقيه خلاص دي باكجراونز ده انا مش لقيه رقم ان اقيله في الروبو كوبي مفروض ان ينقله بس ما لقهوش خلاص كده فهنشوف بقى الخطة دي هتم ازيه خلاص هنا من السطر رقم اربعة لحد تسعة مش موجود لان باكجراونز مش موجود فمش هيتسمى لباكجراونز تو فمش عارف انفز اي سطر من السطور دي خلاص هو هنا هيروح على اللي هي موجودة اللي هي قريد انا بقول له فيها شوير لي على ده اللي يقدر يعمله لانه قريدي الفولدر ده موجود وجواه جهزة بيعمل لها امبورت بس خلاص فدي نجح فيها نيجي بقى نشوف المشكلة فين مفروض اروح افتح دي الاقي فولدر اسمه باكجراونز صح؟ بصوا بقى ايه اللي حصل اهو دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خلاص العشرة دول مفروض يكون يبقى تحت فولدر اسمه باكجراونز مش عالروت مش عديه عالروت خلاص احنا بنقول الروت يعني عديه على طول مباشرة انا اه او في البرتشن تحت في البرتشن على طول يعني دول مش تحت فولدر لازم يكونوا تحت فولدر اسمه باكجراونز عشان الاسكريبت يلاقيه ويغير اسمه وبعد كده اقدر ان انا اشياره ويعمل عليه اللي انا عايزه فالمشكلة كانت انا عرفتها انه لازم ان انا اغير في الروبو كوبي اقول له لو سمحت حطها في الدي انقل الفولدر في الدي تحت فولدر اسمه او حطه تحت باكجراونز خلاص هنشوف دلوقتي انا هدلت دول هم وهنا عدل الروبو كوبي خلاص هنروح كده على السيربرز اللي هي مش اللح مش ده هنروح على السكريبت بتاع الروبو كوبي دبات ده ونعدل فيه السطرة معين كده عشان نزبط الدنيه خلاص اللي هو سيربرز عشين اتنين وعشين سكريبت اهو في الروبو كوبي اي ده تقولنا الروبو كوبي ده يا جماعة ممكن ان انت تقول له تسرع عملية النقل من انت تقول له خد لي كده ثريد من البروسيسور عشان تسرع عملية نقل بس طبعا دي عملية خطيرة لازم تعمل حسابك انه ممكن تقصر اداء الجهاز بس دي ميزة الروبو كوبي لو عايز تنقل حاجات كتير جدا وقت قصير جدا فالروبو كوبي ممكن تساعدك تقول له انا عايز مثلا اخد بروسيسور مثلا ينقل لي كل ده بتحدد له البروسيسور اللي بيشتغل في عملية النقل عايز تزود بقى قوة البروسيسور ده او تناقص ممكن انتعقل روبو كوبي خلاص هنتكلم فيه ان شاء الله انا بنيجي نعمل مايغريت للفايل سيرفر هوريكو ازاي ان احنا نستعمل روبو كوبي بكفاءة فيه ناس عاملة يعني وثيقة او مش وثيقة زي مقالة ازاي نتستعمل روبو كوبي بكفاءة في النقل مبين الفايل سيرفرز او تنقل الفايل سيرفرز من هنا الهنا خلاص طيب خلينا هنا ايه هنزود الحتة دي كله باكجراوندس كده هياخد الفولدر كله بالجوهان خلاص متألقوش يا جماعة ايه والار والدابي والحاجات دي هنشرحها لما نيجي ننقل الفايل سيرفر هنشرح لكم كل واحدة من دول دي معناها ايه خلاص الروبو كوبي ممكن ينقل لك الفولدرات بالبرميشنز اللي عليها الانتي اف اس برميشنز مش الاس سم بي مش الشير برميشنز ممكن لكوب الروبو كوبي كمان ينقل لك الفولدرات بالانتي اف اس برميشنز تاعته لاحظوا هنا ايه بصوا اهو تدين ايه هنا بيقول لك ايه عندك مثلا فولدر تحتي خمس ملفات جميل جدا شوفوا الروبو كوبي هنا منظم جدا وهنا بيقول لك مية في المية حسب ايه اللي بيتنقل ايه اللي ما يتنقلش مية في المية اتنقل منه مية في المية ولا لا الوقت اللي اتنقل فيه تمام المكان اللي اتنقل منه منه الى ايه بصوا يعني ممنتهى الجمال والبساطة وفي الاخر خالص بيديك تقرير يقول لك هل كلهم نجحوا في النقل ولا في حاجة منهم فشلت الكلام ده كله برضو ايه ممكن انها تستعمله كادام الادوات القوية يعني ده ادام الادوات النقل القوية جدا كتير من اه 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 مدرين انظمة بيستعملوهم يعني انا كنت شغال بذاكر حاجة في سي بيديو نوجيتس اه اه شركة مشهورة جدا برضو بتعمل فيديوهات تدريبية كان الراجل بيستعمل الاداة دي فان هو ايه مايجريت او ياخد الفائل سيرفر من ينقل حاجة من فائل سيرفر من سيرفر سيرفر قديم لفائل سيرفر جديد خلاص طيب دلوقتي احنا خلاص عايزين نعمل ايه بقى خلاص كده باكجراونس فولدر اتنقل فانا مش هعيد بقى كل السكريبت من الاول انا السطرين دول تنفزوا ويه جزء من السطر ده اتنفز انا بس هياخد من سطر الابع سطر 9 لان الباقي كله تنفز هاخد من سطر اربعة لسطر 9 بس خلاص الباقي كله تنفز هو لما تنفز من سطر اربعة لسطر 9 ف هنفزهم خلاص مش هنهتر عيدي السكريبت كله من الاول خلاص وبعد كده نشوف هل فعلا السكريبت تنفز بنجاح ولا لا نروح نراه في System 2 dialogues 2 ولا لا هل هو متشاير ولا لا تمام ونشوف خدوا بالكم هنا مفروض ان خلفية سطح المكتب اللي وارا دي مفروض ان مكانها تغير خلاص فلازم نتأكد لو عملت restart هل خلفية سطح المكتب بيها تظهر ولا هيدي شاشة سودة مش عارف يجيبها دي مهمة جدا خلاص فلازم نعمل restart بعد عشان نتأكد ان فعلا خلفية سطح المكتب باقت في مكانها الجديد وان جروب policy مش شاورة عليها في مكانها الصغر خلاص طيب احنا كده نفزنا دي بقى فاضل سكريبت مين بقى بتاع الانتي بي سيرفر ان انا نخلي الدومين كنترولر ده يعمل زبط توقيته مع سيرفرات بر خلاص طيب رن هنا هنعمل ايه رن هنا هكتب اسم السيرفر وتأكد واشوف هل فعلا باكجراونز تو ظهرت ولا لا بصوا بقى هنا لو فتحنا كده اهو باكجراونز تو ظهرت خلاص ونروح النيت لوجن نشوف الاكتف داريكتري روجن سكريبت اللي انا كنت مراهولكو في الاول هل بيشاور على الرجستري كيز صح يعني بصوا فتحنا الاكتف داريكتور روجن سكريبت اهو شايفين اهو بقى يشاور على البيجراونز تو كده احنا في السليم كده السكريبت تزبط فاضل بقى جروب policy نتأكد انها الجديدة اشتغلت ولا لا فعلا ما نعمل restart نشوف هل خلفات سطح المكتب هتظهر ولا لا خلاص فاحنا كده مزبطنا دينهيدنا كل حاجة ماشية تمام خلاص فاضل بس اللي هو السكريبت بتاع الانتي بي ننفزه وبعد كده بقى ايه نعمل restart ونشوف الدنيا فيه ايه واخر خطوة بالنسبالي اللي هي ايه ندموت بقى نطلع البرامر دمين كنترولر القديم ده من النتور خلاص نشيله خلاص خلاص كده طبعا ما ننساش انه لو النتورك عندي هتبقى كلها او كل السيرفر او دمين كنترولر سيبقى عشرين اتنين وعشرين يبقى لازم ارفع الفورست ليفل والدمين ليفل ده لو انت عايز تخلي كل السيرفرات عندك او دمين كنترولر تحديدا كلها عليها سيستم اا ويندوز سيرفر عشرين اتنين وعشرين خلاص طيب ممتاز جدا 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 خلاص دي نقطة مهمة وقبل بعمل ديموت طبعا لازم ان احنا ايه نسينا خطوة مهمة جدا دموت ده بيتم في الاخر مفروض دلوقتي حاليا اصطب الانتي بي اسكريبت وبعدين اروح بقى اغير النتورك سيتنج على كل السيرفرات احخلي البريفيرد دي اناس يبقى مئة اتنين وتسعين دوت مئة تمانية ستتين دوت واحد دوت تمانية ده اللي هو البرائمير دومين كنترولر الجديد ويبقى الالترناتف دي اناس مئة اتنين وتسعين دوت مئة تمانية ستين دوت واحد دوت سبعة ده اللي هو ايه الادشنال دومين كنترولر خلاص دي مهمة جدا لازم نعملها برضو ده كل ده شرحناه الفيديو في في الجزء النظري خلاص هنا ده كونسل انا جايب وعامله جاهز يعني عشان اخش اشوف بقى اتفرج هشوف الدنيا فيها ايه طيب احنا كده هنوقف طمعاهم وبعدا نفتح اهو طيب في بس ايه اولا جروب بولوسي لو روحنا عايزين نروح نشوف الجروب بولوسي دلوقتي بتشاور على خلفية سطح المكتب الجديدة ولا لا فهفتح اي واحدة من جروب بولوسيز واشوف هو بيشاور فين دلوقتي خلفية سطح المكتب مكانها فين هنفتح اي واحدة وهواريكو دلوقتي ان هو فعلا مكانها بقى يشاور على الفولدر اسمه اهو هنفتح دي ونفتح الدومينز وده نفتح تمام ونروح على جروب بولوسيز تمام ونفتح اه مسلا بتاعة افريقيا مسلا او بتاعة مسلا سكاي نيت اتش كيو دي جواها او خلفية سطح المكتب مفروض انها كانت على فولد رسمه باكجراونز على السيرفر اللي هو الاديم البي دي سي مفروض انها حاليا بقت خلفية سطح المكتب على على السيرفر الجديد ده خلاص خلينا نشوف ان هو بيشاور عليه ولا لا اه باكده احنا اتاكدنا الاكتف داريكتر لوجن سكريبت اتغير مفروض جروب بولوسي كمان تكونوا اتغيرت خلاص اهو لو فتحنا على فكرة مش الباكجراونز بس كمان انا هنا الفولدر اسمه باكجراونز ده او باكجراونز جواه خلفية سطح المكتب والسكرين سيفر كمان اللي هو حافظة او الحافظة بتاعت الشاشة الاتنين فالاو بصينا على ال 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 دي فولد لوك سكرين اللي هي قفلت الشاشة لوك سكرين بتاعت الجهاز والسكرين سيفر بصوا باقي هنا ايه اللي حصل بصوا اهو بقت فين خلاص فكده اتشاور عليها على المكان الصح هو هتلاحظوا في تغيير لان هنا انا كنت حطت ال background معامل لها جسمها stretch خلاص الجديدة تمام مع مش معامل لها stretch هتلاقي هنا ايه يعني معامل لها كده صنطرة بس فهتلاحظ في اختلاف حتى في خلفية سطح المكتب هتشوفوه هتلاحظوه خلاص فخلانايا كده نشوف مع بعض اهو افنة كده هتلاحظو انه الشكل دي هتتغير خلاص تمام احوال انتي بي سكريبت تمام هنغيره خلاص دلوقتي السيرفر ده بهاو ال primer domain controller لازم توقيته يتزبط مع سيرفرين اقوية في التوقيت زي ال big bin كده ده سيرفر توقيته مزبوط خلاص كده اللي هو افريكا ده كنا عملناه في بداية اللاب برضو اللي هو السكريبت ده فهي كلها عملية جماعة مترتبة ليه لانه دلوقتي ده بقى primer domain controller هيزبط توقيته منين لازم زي اقوية ده بقوله روح على الموقع اللي اسمه africa zero africa.pool.ntp.org ده اللي هو الاتنين دول دول اتنين ساعات خلاص كده خلاص اقلا خلاص سكسسفول تم تمام زي الفولي كده خلاص بقى السيرفر ده بيزبط توقيته مع السيرفرين دول خلاص تمام ممكن انا اعمله تاني انا حبيت ان انا اكده تاني يعني بس مش اكتر بس خلاص كده تمام زبط الدنيا وعمل كل حاجة خلاص نيجي بقى للحتة بتاعت اللي كل كارت شبكة على كل سيرفر لازم يتضبط ال preferred dns والالترنتف dns خلاص دي هوريها لكو هنعملها manual هنروح على كل سيرفر ونعمل الاكاية دي وفي طريقة نحن اعملها بسكريبط يعني انا ممكن كدت اوفر على نفسي واعمل الكلام ده بسكريبط وطبعا ما ننساش ان احنا برضو لازم نروح ال dhp ونقول له لو سمحت وزع ال ipات او dns سيرفرز جديدة او وزع ال primary ال ip بتاع primary domain controller الجديد اللي هو تمانية لازم نوزعه وهو السبعة ال additional domain controller خليها بس نشوف كده واحدة واحدة مع بعض اهو هنفتح ال adapter طبعا يا جماعة اللي ما شايفش الفيديو بارت واحد مش هيعرف ايه ما اللي انا بعمله دا ايه او اللي انا بقوله دا ايه تمام المهم هنفتح اوه صح تشوفوا بقى الخطوات لازم افتح control panel وبعدين افتح الكارت الشبكة وبعدين افتح properties وبعدين اق ACEP تماما وبعدين اروح مغاير مناوز و ال alternative DNS هاعمل الكلام دا على ثلاث سيرفرات فاممكن بسكريبت اخلص political سرقة الللات دا ارهي هوري هالكوا دلوقتي طبعا ما كانش في دماغي ساعتها اه خلاص ده هيبقى ايه تمانية wl alternative يبقى سبعة خلاص عشان اقدر بتحركة داي على كل السيرفرات اقدر اشيل agricultureốc العديم من غير اي مشاكل خلاص كده رابقى بقى على فين على كل سيرفر من دول نعمل الحكاية دي. ماشي? هاو. هنروح فين? هنروح على البرائمر دومين كنترول القديم ونعمل نفس الكلام. بردو. بصوا يا راية كليكي هنا دي حلوة قوي بتديك حاجات كتير جدا. المينيو الكبيرة دي ممكن توصلك لأي حتة في الجهاز. دي اسمها وين شارطة اكس. رايت كليك مينيو. خلاص كده. او وين داش اكس مينيو. خلاص. اهو نفتح بروبورتيز. لاحظوا ان دي فيها كزا اكتر من خطوة يعني. فاحنا كده ممكن نوفر وقت بسكريبت. هوريكوا الاسكريبت ده دلوقتي وطبعا هنستعمل الزكاء الاصطناعي اللي انا ام يعني ايه مفروض ان احنا حاول نستعمله من دلوقتي ونجرب استعماله كتير. طب الاضافة كمان انه انا ماكنش وقتها عندي الزكاء الاصطناعي وماكنش شغال بيه. فتمانية وسبعة. تمام. نروح تاني. على اخر واحد بقى هو الادشنال دومين كنترولر. خلاص طبعا ديتيلز اهو الدنيا متزبطة معنا. نروح على الادشنال دومين كنترولر بتاعنا. لاحظوا هنا يا جماعة نقطة. هنا في اكتر من كارت الشبكة اخدوا بالكم. فينا واحد اتنين تلاتة. خلاص? فالسكريبت لازم يفهم هيغير الاي بي على مين فيه هنا. ودي مشكلة كانت قابلتني برضو. وهقول لكم برضو نتغلب عليها ازاي. المهم هنفتح الادشنال دومين كنترولر. خلاص? لاحظوا ان ده كمان مكانش داخل. فلازم بقى ادخل واحط اليوزر نيم وبعدين اروح فتح الكنترول بانيل والنتورك سيتنج او نتور كونكشن وبعدين ابتدي بقى اشتغل بقى الليل انتوا شايفينها دي. قطعات كتير ملقاش لازمة. ده بالاضافة لو عايز اغير الدي انا اس في برضو بسطر واحد ممكن اعمل الكلام ده. مش هزم بقى افتح الدي اش سبي كونسول وبعدين اخش على الستينج وبعدين اروح مغاير كل الكلام ده كله مالوش لازمة. خلاص كده? طيب. عفلنا القصة دي. هي بس في نقطة هنا يعني كانت اه معمولة حتة الدي اناس كان في بس في مشكلة عندي في الدي اناس هنا. في هو الدي اناس بتاع الال الي هدي. فدي قط غلطة. يعني دي كط غلطة. يعنى عرحنا كده اهو. بصوا دي اناس ده كان مخليه اللي سكاين ادوت انترنت انا مش عايزو بقي. دي كط غلط. لازم ان الوغولد يبقى الراوتر اي بي بتاع الراوتر و الدي اناس بتاع جوجل. ماشي كده? والاي بي بتاع ری بي بتاع راوتر هو الاول اللي عيخرجني انترنت الراوتر عليه دي اناس. وبعدين الراوتر بتاعا آآ جوجل هو رقم اتنين. خلاص? فهنحط دول وانشيل خالص بتاع ستة ده. خلاص? ده انا اكتشفته بالصفة الباحثة ده السكريبت بتاع ديفيد رودريكز كان عمل الحركة دي يعني الاخباط اللي ادني في الحتة دي. فدي مهمة. خلاص? ونتأكد بقى فعلا على الديع النقاس في الادشنال نفس الكلام وعلى القديم نفس الكلام. على البرايمير دونك دول القديم نفس الكلام. خلاص? بس. نروح بقى نعمل ايه دلوقتي? نروح. نعمل بقى ايه نحط ايه نحط نحط ان لسه كان فضل لنا القديمشنا لهو نحط بقى لسه بصوا لاحظوا هنا بقى شوف هنا الفرق. بصوا لاحظوا ان دي ما كانتش كده. التانية كانت معمولها كانت صغيرة كانت معمولها ستريتش. دي مش معمولها ستريتش. خلاص? فده مشكلة في جروب بولوس الجديدة. ده الفرق. ده اللي يعرفك ان جروب بولوس الجديدة فعلا مشاورة على المكان الجديد. قبل كده جروب بولوس القديمة كانت مشاورة على المكان القديم وكانت خلفية سطح المكتب معمولها ستريتش او مفروضة. خلاص? طيب خلينا نكمل. اهو. انا هوريكوا الطريقة المانيوال اديكوا شايفين احنا دلوقتي حطينا الايبيهات اهو. خلاص? مفروض بقى بعد كده كمان بعد ما نخلص دي نروح عالدي اتش بي سكوب ونغير البرائمر دي اناس والالترناتف دي اناس. خلاص? اهو ادي تيمينج. لاحظوا ان فيه تلات كروت اهو. ايسر ناتو ايسر ناتو ايسر ناتو طبيعي. طبعا يا جماعة اللي عنده يعني حاول لو هتشتغلوا البرشول او لابات افتراضية يكون عندك هارد اس اس دي احسن. خلاص? ايه دي ايه بقى تمانية وسبعة. خلاص? وبعدين اخر خطوة هنخش على اه دي اش س بي. نغير الاسكوب. وبعد كده بقى اخر خطوة لها عملية الديموت. ان احنا نشيل البرائمر دي اتش بي بقى طبعا تحت. اهو ايه دي اتش بي. طبعا ادي الناس انا بس بتأكد انه البرائمر دي الناس مزبوط. بس مش اكتر يعني. انه ما يكونش البرائمر دي الناس بيشاور على البرائمر دي اتش بي القديم. خلاص? تمام? نتأكد بس. تمام? و ايه دي? اهو. تمام? زي الفولي. هو ده اللي انا عايزه. خلاص كده? طيب نيجي بقى على دي اتش بي. نغير. خلاص? طبعا هو مش الصح نبقى دي اناس التعجو جل الاول. لا الصح الراوتر. دي اناس اللي على الراوتر هو الاول. خلاص كده? طيب خلينا نكمل وبعد كده نفتح دي اتش بي. خلاص? ونغير الاسكوب. خلاص? ادي ده. خلاص? في السيربر اوبشنز. انا اعتقد في الاسكوب اوبشنز. خلاص? انا هنشيل الستة ده. الدي اناس سيربرز ده هنشيله. خلاص? هنخليه شاور على تمانية. الستة ده ما مفروض بقاش الوجود. خلاص? ماشي? هنقوله ريموف. ونقوله تمانية. ويبقى ده الاول. لاحظوا ان انا قلت له اد. هيبقى ده التاني في الترتيب. لا انا عايزه يبقى الاول. خلاص? طبعا احنا هيبيتشك ازا كان في dns او او. ده انا عايزه ده الاول. كده هيبقى ده ترتيب التاني او ده هيبقى كده. ده هيبقى لو كان تحت يبقى الالترنتر دي الناس. تمام? ده البرفير دي الناس. خلاص? طيب احنا دلوقتي العملية دي كلها. عملية نقل او عملية تغيير النتورك سيتنج على السيرفرات كلها. عايزين نعملها بالسكريبت. وموضوع الاسكوب ده برضه عايزين نعمله بالسكريبت. هنعمله بالسكريبت ازاي? ال dhsp. ببساطة لو تفتكروا. كان فيه سكريبت قديم احنا اشتغلنا عليه. هوره لكم. لما جينا عملنا ال dhsp. اه دي السكريبتات. فادي كان في حاجة اسمها deploy dhsp. لو تفتكروا الاسكريبت ده كويس اهو. فيه سطر منه اهو. هتقول له set. اهو ده. set dhsp server options value dns domain sky net كذا. هنغير ده. بدل ستة نخليه ثمانين. خلاص? ونعمل ال سكوب ده. ست. خلاص? هل فيه بقى حاجة غير الست? هل فيه مسلا change او modify? ما اعتقد شيء الست دي غلابا بتبقى الحاجة الوحيدة اللي فيه. خلينا كده طيب نشوف انا عايز اتأكد من المعلومة صغيرة بس يا جماعة سويني. احنا لو جينا على ده كده. وفتحنا قلنا له. طبس انا ما عنديش dhsp server scope. المهم ماشي. يعني خلينا ايه? هنغيره بالسطر ده. خلاص كده? طيب. ده يا شيء. ولو فشلت معاكم. ممكن نستشير الزكاء الاصطناعي ونشوف. بس انا اعتقد انها صحيح. set dhsp server options كذا كذا كذا. هنغير ده من ستة نخليه ثماني. طيب. نيجي بقى المين للزكاء الاصطناعي? اولا هنا انا كنت عملت ايه? رحت cloud اولا هتروح بي و اي ده. وتدخل بالاميل بتاعك. وهنا بسألته السؤال ده. ايني ده power share script to set preferred dns and alternative dns on network cards. for a couple of servers that had joined the domain. يعني بقوله ان انا عايز احط dns preferred dns والalternative dns على كروض شبكة على مجموعة سيرفرات مجوانة دومين. وراح كاتب لي السكريبت اللي انتو شايفينه ده. خلاص? طيب. لحد كده ممتاز. بس احنا يعني السين نقطة. ان كل سيرفر من دول عليه اكتر من كارت شبكة. عليه كارت واثنين. والدمج ما بين الاثنين. فحيحطهم على ايني واحد. يبقى لازم ان انا حدد له السكريبت اللازم يحدد لي او يديني الاختيار ان انا حط الاي بي على ايني واحد. فاروحت معدله. قلت له بص يا معلو. اخطار مين الكارت اللي هحط عليه الدي اناس. او مين اللي هغير عليه الدي اناس. البرفير دي اناس والالتناتف دي اناس. وراح مديني سكريبت كمان. اهو. ماشي كده. هيبتدي ايه? هو هاي. السكريبت المفروض يروح. يجب لك الكروت ويقول لك اختار لي كارت احط عليه الاي بي ادرس. خلاص? ده بالنسبة لمن? لكلود بلاس بي او اي. نيجي المين? ليجي ليه? شهات جيبتي. شهات جيبتي نفس الكلام. راح كاتب لي. قلت له في الاول عايز ان انا نفس السطر. قلت له ان انا سكريبت او بارشل سكريبت. يخلينا غير البيفير دي اناس والالتناتف دي اناس على كروت الشبكة. على كروت الشبكة لكزا سيرفر والسيرفر دي مجواند دومين. راح كاتب لي سكريبت اهو. خلاص كده. كمله كده تمام وزي الفل. وكاتب لك شرح بالتفصيل. طيب. برضو عملت حسابي قلت له لا انا عايز اختار اني كارت يتحط عليه الاي بي او اني كارت يضع الدل في دي الناس. راح مديني برضو ايه. مديني اللي انتو شايفينه لا. السكريبت ده. ومدهولي بالتفصيل. خلاص. طيب. ده بالنسبة المين كلود وبالنسبة الشات جي بيتي. طيب. عايزين ان احنا نعمل ايه? انا عايز ان انا. الكلام ده. عايز ان انا اقوله المين اقوله الجوجل براد. كنترول سي او جوجل بارد. هنروح كده. ونقوله نفس الكلام هناك يا جوجل براد. او بارد. ديني التفصيلة دي. خلاص. اهو راجل لديك السكريبت زي الفول لهو. تمام? وتنفس بيه. بس. وبيقولك هتعمل ايه? هتجيب. هتكوبي الكلام ده. هو طبعا هنا يعتبر ده ادق شوية. هنا بيقولك هتروح اعمل ايه? هتروح كوبي كل الكلام ده كله. وتحطه اه في تكست فايل. وتعمله وتسميه set-dns.ps1. وشارح لك السكريبت بيعمل ايه بالزبط? بالتفصيل. طيب. هنا او ما بيدكش بورصة تختار الكارت. فهنروح راحين تاني ونقوله لو سمحت معلش انا اسف. انا عايزك تخليني او تخلي السكريبت يختار الكارت اللي هيتحط عليه الاي بي. او اللي هيتغير عليه الاي بي. هنروح عاملين كده ونقوله كنترول ايه? انا اسف معلش نعمل كده. ونعمل كده كنترول ايه وكنترول سي. نيجي هنا اهو ونقوله لو سمحت اديني بقى ايه? اللي تشينج ده. بس خلص. هنا هيبتدي ايه? يروح يجيب الكروت ويقولك اختار لي الكارت. هنا اهو. في حتة بتقولك لو سمحت select the network adapter you want to change dns setting on. يعني هو الراجل بيديك option ان انت تختار. فببساطة ايه دي الزكاءة الاصطناعي. وايه دي السهولة ان انت تقوله حاجة. ويجاوبك عليها. ولو حبيت تعدلها هو بيعدل الاجابة بتاعته. شايفيني يا جماعة الموضوع ببساطة الشيء ده جدا سهل ازاي. وانا اشجع الناس كلها هتستعمل الكلام ده. واحنا ممكن من هنا نتعلم. مش ان انا بقى اعتمد عليه اعتماد كل ايه. انا هنا ممكن لو راجل بحب وعايز اتعلمه. ابتدي يشوف. طب هو راجل اعمل ايه? كتب ازاي? اقول طب اشرح لي كل سطر عملته ازاي. وليه كتبت write host اللي مكتبتش حاجة تانية. طب وليه write host وwrite host دي بتعمل ايه? خد ودي بقى مع الجزاكة الاصطناعي عشان يجاوب لك بدل من انت بجوجل بتعمل search على صفحة وتخش على صفحة وتقعد تقرأ في الصفحة. وممكن فيها معلومات مش مهمة. طب انت هنا معاك حاجة بترده بتدي معاك اهي? المهمة. فده الجزء الخاص بي. انا ازاي انا اعمل automate لعملية تغيير ال ip address على 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 تغيير ال network setting او dna setting على كروت الشبكة على الثلاث سيرفرات. خلاص? طيب احنا كده ممتاز جدا 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 خلصنا. مفروض بقى اخر خطوة عندي دلوقتي ان انا مفروض اني اعمل ديموت للسيرفر او اشيل السيرفر ال primary domain control القديم من ال network. خلاص? ببساطة ما فيهاش اي كلاكيع يعني. هتروح على ال primary domain control القديم وتقوله remove role. بعد ما تقوله add role هتقوله remove role. تمام? هي بس هتاخد يعني وقت شوية. خلاص? هنروح على primary domain control القديم ونشيله بقى. خلاص? هنفتح server manager وبعدين نشيل بقى ايه السيرفر ده? طبعا انا فيه نقطة. انت ده مش هيبقى additional domain control او حاليا additional domain control بعد عملية الماجرشن ما تمت. فبقوله خلاص لا ده خليه له سيرفر عادي. خلاص? طيب فيه نقطة هنا مهمة. هو ده مش primary domain control بس هو هنا كمان dns. فاحنا محتاجين نشيل خدمة dns كمان من هنا. خلاص? طيب بعد ما نشيل او نعمل دموت للسيرفر ده ونشيل dns. ممكن بعد كده بعد تنجوين الدومين السيرفر ده عادي جدا وكده تمام. هنقوله next خلاص اهو بقوله demote او انا بقوله remove خلاص? next بصوا بقى هنا فيه نقطة مهمة. ده هنا مذكرهاش يعني هل لما اجيشيل active directory domain services دي هيشيل معادي dns. لا ما اعتقدش انا ما شفتش دي. وان كان انا متذكر ان لما جيت عملت الميجريت عملت موضوع الميجريتشن في شغلي محتاجتش ان انا اشيل dns. غالبا بيشيلوا بس اتأكدوا من النقطة دي. بعد ما السيرفر ده يتعمل له demote خش عليه وشوف هل هو رسه السيرفر دي انا السيرفر ولا. ماشي ايه? فهنشيل دي انا هنعمل كده وهنشيل الحتة دي. بس خلاص نجري شوية كده قدام. نجري كمان كده. تاني معلش احنشيل لها كده تاني. هو هنا بيعمل ايه? خليني نجح كده هو رس هو هنا حاجة بسيطة. اهو. نيكست. هقول له نيكست. خلاص هنشيل ال اكتف داريكتور دي. بس ونقول له ريموف. وعايز تأكيد الدي الناس بس تشال يعني برضو من ضمن. اعتقد ان انا لما عملته في الشغل عندي ما كانش محتاجش ان انا اقول له شي لدي الدي الناس. ممكن يكون شاله اوتوماتيكي يعني بالطبيعي. بس اللي بيأكد او اللي بيخليني في شك ان في رسالة بعديها هتطلع. هتقول انه ان انت لما هتشيل او لما هتخلي ده مش اديشنل دومين كنترولر هتحصل مشاكل ان هو مربوط بدي ان اسه مربوط بحاجة دانية. هنشوف الرسالة دي دلوقتي. اهو. هنا بيقول لك ديموت السيربر كده خلاص. ان يجي هنا بقى بيقول لك ايه طيب مين بقى اليوزر لازه طبعا تشيل او تعمل ديموت للسيربر بيوزر لهو صلاحيات. اللي هو دومين ادمن طبعا. اكيد صح? اقول ناكست. طمام? هنا بقى الحتة اللي ايه اللي بنتكلم فيها. وهنا بيقول لك ان ده عليه دي الناس وعليك جلوبال كاتالوج. بيقول لك انت لو لو خليتش السيربر ده دومين كنترولر اللي اتنين دول هتأثره. لان هو بيعتمد عليهم. فا دي برضو لازم ناخد بنا منها. خلاص? نقول له بروسيد وز رموفل ونقول له ناكست. هو هنا بقى بعد كده بيقول لك اه طب اديني بقى اعمل باسور جديدة لللوكال ادمينستريتور على السيربر ده. اللوكال ادمينستريتور. خلاص كده? هو طبيعي ان مفرد لوكال ادمينستريتور مقفول. ان احنا عاملين جروب بولس انها هتقفل اللوكال ادمينستريتور وتغير اسمه. خلاص? بس يعني المهم هنكمل. اقول له ناكست. واللاحز هنا بقى حاجة كمان هنا في سكريبت اهو. ممكن كل الكليكاتة اللي انت عملتها دي تعملها في تاخد السكريبت ده وتنفزه في باورشيل. تاخده وتكوبيه في تكست فايل وتسميه دوت بي اس واحد وده ممكن تستعمل السكريبت ده فان انت تعمل ديموت للسيرفر من غير ما تستعمل الوجه الرسومية دي. خلاص? هتقول له ديموت. هتاخد لقى وقت. دي بقى يشيل. وفي الاخر اقول لك اعمل ريستارت للسيرفر. طبعا افضل بعد ما تعمل ريستارت للسيرفر تخش شون بنفسك هل دي الناس لسه موجود ولا لا. طبعا اتبان عملية فيها تفاصيل كتير بس. هم حاجة انه الموضوع يمشي في السلاسة. زي ما بنقول جربوا على بيئة افتراضية اكتر من مرة عشان الموضوع يمشي. تمام? ابتدى باختصار ابتدى اهو يمشي الدنيا. ابتدى بقى يشيل بقى المين كنترولر ده و. اهو. دي سيبلنج اكتف داريكتري ويب سيرفرز خلاص. سيكسس في ديموت دا اكتف داريكتري. دومين كنترولر. هقول له لازم تعمل ريستارت. خلاص? هنحتاج بس بعد ما يتعمل له ديموت. نخش نشوف. هل بقى موجود في الاكتف داريكتري دوين كنترولرز اويو ولا لا? هل في الديي الناس بقى موجود ولا لا? موجود كدومين نيم سيرفرز او دومين نيمينج او نيمينج سيرفر. هنشوف القصة جديد الوقت. عشان تتأكد انه خلاص تشال من النتورك. خلاص? طبعا في نقطة. هو هنا هو لازال سيرفر مجاون الدومين. هو بقاش اديشنال. هو لازال سيرفر سيرفر عادي ممكن ما تحط عليه اي حاجة بس احنا عايزين نشيله خلاص. فلازم حركة تانية انا ما عملتش في فيديو لازم تعمله انجوين للدومين. يعني خرجوا من الدومين وحطوا في وورك جروب و بعد كده شيله. خلاص? دي ببساطة يعني اللي عايز ان انت تشيله خلاص. خلاص? وطبعا ممكن تخش الديان اس تشيل الريكورد بتاعه بس افضل ان هو كده كده. ممكن الديان اس ريكورد تشيل بعد سبعة ايام. بس لو انت عايز شيل الريكورد من الديان اس طبعا بعد ما يخرج من الدومين وبعد ما تشيله. المهم هنفتح ونحول له كيبورد وانسيرت. خلو اوكي. خلو فندخل العادي خالص. ده سيرفر دلوقتي يبقى سيرفر العادي. معلوش عايحة خالص. لا بقى اديشنل دومين كنترولر ولا برايمر دومين كنترولر ومفروض ان هو ما يكونش دي انس. تمام? ودي لازم نتأكد منها ايام. بس فجماعة دي تعتبر يعني ايه? اسهل. يعني مش اسهل دي. اسهل حاجة في الميجريشن. في حاجات تانية هتاخد مننا وقت في الميجريشن زي دابيو سوس. او مش دابيو سوس. غالبا الفايل سيرفر هولا هيكون اصعب واحد فيهم. بس لا والله يتخيلوا. مفيش يمكن تقريبا ده يمكن كان اصعب واحد فيهم. الباقي كله كله كلام سهل يعني الفايل سيرفر هيتنقل في خمس داية كله على بعضه. هتقولولي ازاي? اقولوكم ازاي متاقلوش فيه طريقة يعني. خلاص. والدابيو سوس برضو مش اخد وقت كتير برضو. المهم. خلينا نفتح كده. وانتدي نبص بقى على ال الناس. نبص هل فعلا ال 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 بقى موجود جوة ال الناس ولا لأ? هنفتح كده ونفتح الكنسل بتاعنا. يعني ممكن نجري شوية مش قاوي يعني يسا نجري حاجة بسيطة كده. اهو. بصوا يا جماعة هنا في نقطة في حاجة اسمها النيمينج سيرفر الاتنين دول مهمين لازم تخش تتأكد انه السيرفر القديم بتاعنا مبقاش موجود في النيمينج سيرفر الاتنين ده والست اصورتي برضو الاتنين دول او التلاتة دول غالبا لما تدخل هتلاقي انه خلاص اتشال مبقاش فيه غير اللي اقولوا معي الادشنال دومين كنترولر والبرايمير دومين كنترولر جديد خلاص فتحنا اهو النيمين بيرنت تمانية وسبعة كده احنا في السليم خلاص كده ونفس الشيء بالنسبة لده التاني تمانية وسبعة كده احنا مزبوطين تماما فيش اي مشكلة بقى الريكورد ده ممكن بعد ما اتطلعوا من الدومين تشيل الريكورد ده تمام كده فاحنا كده مزبوط سليم مليون في المية اعتقد انا بكده ابا تالي بقى اعتقد خلاص خلصت او هدل او هقفل بقى جهاز تقريبا خلينا نشوف يعني هروح فين اعتقد على ده وادخل بقى برضو اتأكد من جوه هتشوف ال DNS هنا وهنا خلاص هنفتح ونحط الباسورد وعدد ندخل ونفتح برضو هنا ونشوف هل جوا القديم ولا لا ونشوف على فكرة جماعة هي حاجات بس ايه علاقة بDNS انا مش فاهمها قوي ممكن برضو تشوفوا زكاء الاصطناعية وتسألوها عليها بس هي دول لازم تتأكد ان ال دومين كنترول قديم مش موجود فيهم خلاص طيب خلين نفتح كده اهو طبعا ده خلاص انا كده هاقفل السيرفر ده دلوقتي خلاص هعمله شوتداون بس الخطوة المفروض اللي بعد كده ان انت تعمله ان تتخرجوا ببره دومين طبعا نلاحظ ان خلفية سطح المكتب اتفردت او مش اتفردت اتعمل لها تعمل لها center بدل stretch تمام كده خلاص بقى في السيرفر ده خلاص continue كده خلاص السيرفر ده كل صانتوا طيبين خلاص نتشال بقى النتورك عندنا خلاص بس طبعا مفروض انه مش ميتقفل يتعمل له unjoin وبعدين يتقفل وبعدين يتدلت الركورد بتاعهم الDNS خلاص بقى كده خلاص مفروض انه احنا كده تمام ودنيا سليمة هنفتح بس الكونسول بتاعنا كده ده شوية اهو اهو هنفتح برضو ونفتح ونتأكد برضو الاتنين دول موجودين صح طبعا هو مفروض يحصل ما بين الDNS بس يعني ايه تأكدنا انه كل حاجة سليمة والدنيا سليمة نعمل بقى اشت داون للسيرفر ده خلاص وشت داون للسيرفر تاني نفس الفكرة يعني انا هشت داون اهو هشت داون كمان اينا هحط تانية وكده يبقى يا جماعة خلصنا عملية المايجريشن اه مبروك لكم خلاص خلصنا عملية المايجريشن بتاعت البرائمن ودومين كنترول بنجاح الحمدلله كده دا نهاية الفيديو بتاعنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبتدي بقى ايه حاجة حاجة الفايل سيرفر وبعدين هنعمل اديشنال دومين كنترول جديد ويندوز سيرفر عشين اتنين وعشرين وهنشيل الادشنال دومين كنترول الاديم اللي عليه ويندوز سيرفر عشين اتناشر وهنريز بعد كده الفورست ليبل هتمنى يكونوا فيديو عجبكم ما تنساش تشتركوا في القناة وتفعيلوا جرس التنبيهات وذلك بلا شك فضلا منكم ليس امرا مني يا جماعة اللي حس ان هو المادة دي عجباء وحابب يستزيد منها عن طريق ان هو ياخد كورس خاص بمقابل مادي يتواصل معي على صفحتي على الفيسبوك IT Visualizer او طبعا صفحتي على الفيسبوك IT Visualizer فيها الواتساب نمبر بتاعي ممكن تتواصل معي عن طريقه ممكن تتواصل معي على التليجرام على قناتي على التليجرام IT Visualizer ودي برضو فيها رقم موبايل بتاعي ممكن تتواصل معي عن طريقه او ان ان انت تبعثني على ميل الشخصي kareem.raofagmail.com او لسيبلي تعليق على الفيديو وانا هتواصل معك ان شاء الله شكرا جدا لكم ويسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر